وأفاد تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أن 2.78 مليون شخص يموتون سنويا بسبب ظروف العمل فيما يتعرض أزيد من 37 مليون شخص للإتصابة أو المرض من خلال حوادث الشغل وذكر التقرير الأممي أن أيام العمل الضائع لأسباب متعلقة بالصحة والسلام المهنية تمثل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمال العالمي وتصل في بعض البلدان إلى 6%